أكد وزير الصحة العامة وسكان والدكتور ناصر باعوم خلو اليمن من أي إصابات أو اجتباه بأي حالات بفيروس كورونا وأشار الوزير باعوم أن الوزارة اتخذت إجراءات في المنافذ البرية والبحرية والجوية لفحص القادمين والتأكد من خلوهم من أعراض فيروس كورونا لافتا إلى أن الحكومة وبالتعاون مع المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية على تنسيق مباشر على أعلى المستويات لتدخل العاجل وتقديم الدعم للقطاع الصحي وأخذ الإجراءات المناسبة في هذا المجال وهبى وزير الصحة العامة وسكان بمنظمة الصحة العالمية أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي تدعيات خاصة بالفيروس والتنسيق مع وزارة الصحة ومكاتبها في محافظة الجمهورية وأوضح باهم بأن غرف العمليات المركزية بالوزارة قد نشرت أرقام الهواتف الخاصة للإبلاغ عن أي حالات مرضية بصورة عامة والإبلاغ عن أي حالات اجتباه بفيروس كورونا داعيا طواقم الفحص في المنافذ البرية والبحرية بالإبلاغ عن أي حالات مشتبه فيها عبر الاتصال بالخط الساخن بالرقم المجاني 195